الحاقة ما الخاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت فنود عاد بالقارعة فأما فنود فأغلقوا بالطاقية وأما عاد فأغلقوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام قصومة فدعوا القوم فيها صراك أنهم أعجاز أقل خاوية فنيترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمغتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فاقههم أغذة رابية إنا لما تظلنا أهملناكم في الجارية لنجعلنا لكم تذكرة وتعيذى أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعملت الأرض والدبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشفت السماء فهي يومئذ واية والملك على أرجائها ويقول عرش رفبه فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغذى منكم خافية فلما من أوتي كتابه بيبينه سيكون فيقول ما أمقار كتابه إني ظلمت أني ملاقين حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية كطوفها دانية كنوا واشربوا هديئا كنوا واشربوا هديئا بما أسلفتك في الأيام الخانية وعما من هرطي كتابه بشماءه فيقول فيقول وليتني لم أعوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هل كانني سلطانية خذوه فقلوا خذوه فقلوا ثم الجحيم صلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرما سدعون ثرا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يؤمن بالله العظيم لا يؤمن بالله العظيم فلا يؤمن بالله العظيم فلا يؤمن بالله العظيم فلا يؤمن بالله العظيم وما لا تغسرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقضل عليها بغض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه العدين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منهم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحب اليقين فسبب باسم ربك العقين ترجمة نانسي قنقر